عايس لك على عيب قريب منك جداً عايف انه قريب منك جداً محمد عبد الشافي من العسماء المحترمة جداً الكبيرة جداً في نادي الزمالك والطبيقية عايس سيبك تتكلم عنه شوية بس قبل ما تكلمني عنه شوية محمد عبد الشافي عمل فيك مقالب كتير كتير أه كتير صح؟ فاكر منهم واحد؟ فاكر حاجات عبد الشافي بيحب ما يبادش عليه بالمناسبة لا لا هو على فاكرة هم وردوا نفس النواية مقالب بقى يعني هو بيحب الزواحف التعابين بقى والحاجات الحية مش هو دماغه كده يعني عنده في البيت يعني زواحف عنده اه يعني ينزل يشتري تعبان ينزل يشتري في حاجة عاملة زي الديناسور كده صغيرة برضه وسلسلة دهرها كده بيسايبها في البيت عنده في الجنينة وكده فهو دماغه الحاجات دي حرباية هو بقى حطيلي حرباية ده تحت المخدة حرباية شكلها يخوف جداً وأنا من الحاجات أنا بترعب مش من الزواحف انا بترعب من الحشرات أصلاً اه يعني اللوه أنا جاي من بايدة أوي فنزل طلع مصدر كارتة على الأودة عندي فتح الأودة وحطها تحت ما بين المخدة والمخدة يعني ما بين مخدتين حطها في النص وقفل النور وفضل قاعد في الدولاب وعنده صبر رهيب وأنا طلعت بعد نص ساعة وفتلعت كارتة برضه شيء يفتح نزلت عشان هو طلع عامل مصدر فنزلت عملت واحد تاني لعت فتحت النور وبعد على السرير كده وبرفع المخدة عشان أحطها وراي وأنا بتفرج على التلفزيون وبرفعها كده لقيت الحربية دي احكيلي ما وقفت سجري في الريسيبشن يان هراب يان هو جاري سبرينت ريسيبشن ما وقفت سجري في الريسيبشن أنا معرفش من أنا فتكرتان أجاد كده الواحدية يعني جاري ما وقفت سجري في الريسيبشن ما نحيش صورك لا وصورني طبعا وأنا بجري وكده أنا عرفت بقى أنه هو طبعا وأنا في الريسيبشن لما لقيته نازل بيضحك هو وليه صديقه وفي كل حتة معاه وعشرة عمر واسمه ماندو لقيته نازل ما عرفت أنه عملت إيه لما عرفت أنه عملت إيه ما بقدرس عمله حاجة ما بقدرس عمله حاجة انت بسيطة بتخاف من حاجة تانية أنا عرفت برضو ايه بتخاف من الطيرات أبترعب من الطيرات ايه بقى الحديد وكان في العقود ينفع عمدي زي بيركم بكده بيركم برمو عليك لسي أقولك بيركم كان وحنا كنت عملت كبير في تايخة أرسن وولندا تخاف من الطيرات بترعب منها ايه يعني حصل ما عرفش الأجواء في أفريقيا بقى وحشة ولا إيه ايه فحصل معنا كم موقف في طيران كده فقفلت منهم في بداية صعود يعني ايه اللي حصل؟ مرة العجل مرضيش يفتح ووو العجل تقو وفيدلي الطيرات تعمل حول المطار اللي جات لما ربنا كرم بعد نص ساعة كنت بتفكر في إيه بقى ساعتها؟ مفكر بقى ومفيش حاجات ان انا هموت إزاي يعني هو ده الفكر يعني تحت الكورسي اللي بيلولنا عليها على طول دي مفيش بقى انا عرفت ان فيه أزمة لما لقيت المضيفين رايحين جايين بسرعة وان احنا شايف ان احنا قدام المطار ومش عايزين ننزل كل سويا نلف فبسأل لقيت عرفت ان فيه مشكلة بقى في العجل وكده فدي من الحاجات اللي خلتني قلت لو حصلت تانية انا مش عايزة في تلك ومرة أكن رايحين أسيوبيا برضو بعد ما طلعنا مه كان مناش عشر دقائق والطيار لف ورجع تانية تم، كان فيه عطل في الطيارة فصممت ان انا ساعتها ما مسافرش على الطيارة دي وضحكوا عليّي قال انهم اجار الطيارة قالت هي خلاط صلاح العطل فيها وصفرنا بيها ومطبط بقى المطبط 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 صعبة طبعا يعني مش حاجة خفيفة كده ولا.. ممكن تنزل 200-300 متر مرة واحدة يعني حاجة تخلي قلبك.. فأنا لو كان ينفع عمزة في الكن بكنت عمالك عارف المشهد بتاع فولي السين العظيم حماليدي لما كان يرد بس والله حصل.. حصل؟ والله واحد سيني بل.. و احنا جايين من كونغو جايين من كونغو على أسيوبيا و هنجع من أسيوبيا على الكاهرة حصل متبجمدة جداً و لقيت.. أنا طبعاً لما بيحصل حاجة بأمسك في الكرسي اللي قدامي خايفة.. فلاقيت هو باصيسلي و بيتحك نفس.. ماشي.. لو قد حكي المستفزة دي اللي قد تنفع.. كان حماداً طول بقعد جنبي و نبنى كل لب.. يعني كان حتى.. فمرة روحة حصلت الحاجات دي فأنا مسك فبالف لقيته و بيتحك فروحت.. حدف عاليش وقت اللب كان هتحصل بمشكلة يعني بس دي من الحاجات اللي قلت لأ طهوران تاني يعني أنا لو في طهوران بالمزاجي الجونة كنت أنا بروح بالعربية السأزن.. أصلاً أو أروح بالعربية أو أروح مع الأوتوبيس آآ اللي هو لو حاجة في مصر آآ لكن برا مش تروح بالعربية لا برا مش تروح بالعربية آآ و في ناس أدا مش تنفع تعتذر لا لا مش نفع طبعاً آآ لو كان بيديك تعتذر يعني لو بيدي والله ما روح ما تروحش لا